موريتانيا موريتانيا سنة ألف وتسعمائة وستين للميلاد أول رئيس للبلاد هو الأستاذ المختار ولداداه الدين في موريتانيا موريتانيا مسلمة مئة في المئة وعلى المذهب السني المالكي بنسبة مئة في المئة أيضاً أهم الموارد الاقتصادية في موريتانيا الغريب أن موريتانيا فيها تنوع في كل شيء تنوع من حيث الموارد الاقتصادية وتنوع من حيث الأعراق والسكان وتنوع من حيث البيئة والطبيعة من حيث الموارد الاقتصادية لدينا موارد متنوعة الصيد البحري المناجم الحديدية والذهب أيضاً الثروة الحيوانية والزراعية التنوع في جانب الأعراق في موريتانيا أعراق متعددون متنوعون وهذا مصدر ثراء ووحدة وتنوع إيجابي فيها العرب وفيها قبائل من الزنوج مختلفة فيها قبائل بربرية أو من أصول أمازيغية فيها كل الأعراق التي تسكن في دول الجوار من كل دولة أخذنا صنفاً من حيث البيئة والتضاريس لدينا تنوع أيضاً في موريتانيا في الشمال صحراء وفي موريتانيا في الشمال الغربي جبال في منطقة الزويرات أيضاً لدينا مناطق زراعية وأنهار في الجنوب على النهر السنغالي أهم المناطق التاريخية في موريتانيا هي مدينة شنقيض وإليها ينسب الإقليم كله شنقيض مدينة ولاة التاريخية بالمناسبة مدينة شنقيض أو مسجد شنقيض صنفته اليونيسكو كتراث إنساني مصدر إشعاع علمي وثقافي تلاحظون أنه في موريتانيا عندما كان المشرق العربي يغط في موجة الانحطاط كانت موريتانيا هي مصدر الإشعاع الثقافي والعلمي كانت موريتانيا وكانت شنقيض تصدر العلماء والنخبة التي نورت المشرق العربي كان في المشرق انحطاط وكان في موريتانيا ثورة علمية ومعرفية في موريتانيا توجد مناطق أخرى هي مستحدثة مثل العاصمة وانشئت حديثاً قبل خمسين أو ستين سنة العاصمة نواكشوط العاصمة الاقتصادية نواذيبو وهي مشهورة بطبيعتها الخلابة وجوها البارد وأماكن تصدير السمك والحديد إلى الخارج موريتانيا نحن ركب من الأشراف منتظم أجل ذا العصر قدراً دون أدنانا قد اتخذنا ظهور العيس مدرسة ترجمة نانسي قنقر